بالتعليق على الموضوع انضموا لنا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظب حمودي أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية دكتور لا زالت أزمة الموازنة العامة تلقي بظلالها على الواقع الاقتصادي برأيك أين تكمن المشكلة في قانون موازنة 2019؟ بسم الله الرحمن الرحيم كما أشرنا في أكثر من مجال أن الموازنة التي بيد هذه الحكومة لا تستند إلى رؤية واضحة وإلى بعد ستراتيجي يخدم الشعب العراقي وإنما هي موازنة قائمة على تكريس الجانب التشغيلي وزيادته بشكل ملحوظ وبشكل مستمر لأن مجموع الأموال المنفقة على الحكومة والبرلمان والقضاء جائد رفحة يشكل موازنات دول نعم فهم بهذا أفره الموازنة للمحتواها التنموي والتطويري إذ أنهم غالبا ما يركزون أو كما هو ملاحظ يركزون على الجانب التشغيلي بدلا من الاستثمار ولذلك نجدهم في كل آونة وأخرى يلجأون إلى زيادة الإنفاق بعيدا عن حقيقة الموازنة التي تم إقرارها بالبرلمان وكذلك ظهورها في الوقاعة العراقية نعم زيادة الإنفاق هذه لماذا لا تحكم بالموازنة؟ موازنة موضوعة متوافقة عليها مختارة من أجل أن تطبق هذه النفقات الزائدة على الموازنة هل هي عملية تدليس مقصودة في الموازنة المالية؟ هو أساسا كل ما يتعلق بالموازنة بالموازنات العراقية منذ 2003 لا ينموا عن وجود دولة أو حكومة وإنما على مجموعة من اللصوص والسارقين الذين يريدون مهد ثروات العراق وتبديد أمواله وعدم الركون إلى الإدارة الواعية في إدارة موارد وتروات البلد وبذلك ترى هم يتخبطون ثارة يزيدون المفقات التشغيلية بأرقام خيالية وكما هو واضح بجماعة ربحة وغيرها وكذلك بالرواتب الخيالية التي يتقاضاها المجلس النوعات والحكومة من الوزراء والقضاء بحيث مبالغ لا يمكن لها أن تكون منطقية مبالغ هائلة في حين 90% من الشعاب يعيش حالة الفقر والضياع والبطالة وعدم وفرد الخدمات والمتطلبات الأساسية لو بما فيها الماء الذي يشح الآن في كل العراق وخصوصا محافظة البصرة التي تعاني معاناة قاسية من جراء عدم وفرة الماء الصالح للشر نعم لذلك الكار نعم اللجنة تقول بأن أرقام إجمالي الإنفاق ارتفعت بينما المشاريع الاستثمارية انخفضت أرقامها وأيضا أموالها ما تدعيات مثل هذه الإجراءات برأيك؟ نعم ارتفعت كما أشارت النائبة ماجد التنيني بمبلغ 900 مليار ازدادت من 132 تريليون بوينت 2 إلى 133 بوينت 1 بمعنى 900 مليار كذلك انخفض الاستثمار إلى أرقام رهيبة يعني لا يمكن للعراق أن ينهض أو يحظى بمخومات تنموية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي مطلخا ولذلك أستطيع القول أنهم ليسوا بحكومة وإنما بمجموعة من الأفراد ذو الخبر المحدودة والرغبة الجامحة لسرخة أموال الشعب العراقي وصرواته وهذا ما تراه معثلا للعيان من خلال التظاهرات الشعبية العارمة التي تجتاح البلاد من جنوبه إلى وسطه وشماله النائب حسن فدعم يقول بأن الموازنة وقانون الموازنة الذي نشر في جريدة الوقائع غير الموازنة التي صوت عليها في البرلمان ما الإجراءات التي يجب أن تتخذ في مثل هذه الواقعة ربما هناك من يعدها تزويرا إذا كان هذا الكلام صحيح بالتأكيد صحيح وهو أدرى بما أشار إليه لأنه قرة الموازنة في البرلمان يفترض أن تظهر بالجريدة الرسمية بشكلها الذي أقر لكنهم لكي يحققوا السرقات والاستحواذ على الأموال وتكريس الفساد ورغباتهم في تبديل ثروة العراق وعدم قيامهم بأي خدمات تذكر إلى البلد ينجعون إلى تصعيد النفقات التشغيلية وتخفيض النفقات الاستثمارية لغرض المهد والسرقة نعم سيد الدكتور كخدير كاظم حمودي الخبير الاقتصادي كتبا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك